الرئيس سيسي والبرهان يؤكدان تمسك مصر والسودان بالتوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة مجلس الأمن الدولي يرحب باتفاق الهدنة بين أطراف النزاع في ليبيا اختراق الموقع الألكترونيلي حملة ترامبل انتخابية التاسعة صباحة نسابعة بتوقيت جرنش موجزون إخباري جديد يتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار سودان وشعبه الشقيق جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سيسي بقصر الاتحادية الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء قد شهدت تباحث حول مجمال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة حيث تم توافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف أكدت مصر أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا ويؤمن مصالحها المائية جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا من أجل تباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد وأوضحت توزارة الري في بيان لها أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة الاتفاق التي كانت الدول الثلاثة قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 170 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة هذا وأشر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 103 من المتعافين من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 99 ألف حالة رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق الهدنة الذي توصل إليه طرفان نزاع في ليبيا بجناف في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة ودع المجلس في بيان له الطرفين الليبيين إلى الوفاء بالتزاماتهما وتطبيق الاتفاق بالكامل كما طالبهما بإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي خلال اجتماعات مرتقبة في التاسع من نوفمبر بتونس أعلنت رئاسة اللبنانية عن إحراز تقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة ووضحت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر تويتر أن الرئيس ميشال عون استقبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري واستعرض معه التطورات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة الجديدة في ظل أجواء من التفاهم بين الجانبين أكدت سوريا أن جرائم نظام أردغان لن تغير من الواقع القانوني للأراضي السورية التي يحتلها أو المساس بالحقوق القانونية والسيادات السورية وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار جعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو كونفرنس أن نظام أردغان وسع رقعة تدخلاته العسكرية ودعمه للإرهاب لتتجاوز حدود سوريا إلى دول أخرى بالمنطقة قال مسؤولون أستراليون أن نساء على متن عشر رحلات جوية خضعنا لفحص جسدي دقيق في مطار حمد بالعاصمة القطرية خلال الشهر الجاري وأكد المسؤولون خلال لجنة استماع حكومية أن كامبيرا تعمل بشكل وثيق مع دول أخرى بشأن القضية دون تسمية تلك الدول وعقب الغضب الذي خلفته الفضيحة والتلويح بالإجراءات العقابية رضخت الحكومة القطرية وأبدت أسفها للواقع مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا شفافا للوقوف على ملابساتها استنكر وزراء خارجية اليونان قبرص وإسرائيل لإجراءات التركية الاستفزازية في منطقة شرق البحر المتوسط واتهم وزير الخارجية اليوناني عقب اجتماعه مع نظريه القبرصي والإسرائيلي أنقرة بأنها تحاول تدمير أي احتمال لإجراء حوار بناء من خلال التواجد بشكل غير القانوني في مناطق داخل الجرف القرية اليوناني لإجراء عمليات مسحة زلزالية غير قانونية تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختراق لفترة وجيزة وذلك قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية ووجه المهاجمون رسالة قالوا فيها أن العالم اكتفى من الأخبار الكذبة التي ينشرها ترامب بشكل يومي وأن الوقت قد حان ليعرف العالم الحقيقة وزعموا أنهم حصلوا على معلومات سرية عن أصل نشأة فيروس كورونا ومعلومات أخرى تشويه سمعة ترامب من جانبها قالت الحملة الانتخابية لترامب أنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لمعرفة مصدر الهجوم على الموقع الإلكتروني وأضافت الحملة في بيان لها أن المهاجمين لم يتمكنوا من كشف أي بيانات حساسة لأنه لا يتم تخزينها على الموقع من الأساس قال مشروع انتخابات الرئاسة الأمريكية إن أكثر من سبعين مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم مبكرا في انتخابات الرئاسة أي أكثر من مصفي إجمالي عدد الناخبين في انتخابات 2016 في غضون ذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته كلية أمريسون كوليج أن بايدن يتقدم على ترامب بخمس نقاط موضحا أن خمسين بالمئة صوتوا لصالح بايدن بينما صوت خمسة وأربعين بالمئة لصالح ترامب وفي الولايات المتحدة أيضا تجددت الاحتجاجات في مدينة فيلادالفيا الأمريكية بعد مقتل شاب أسود من أصول أفريقية على يد الشرطة هذا وأكدت الشرطة أن محالة تجارية في منطقتين بالمدينة تعرضت للنهب من قبل نحو ألف شخص داعية سكان المدينة إلى تجنب المنطقتين التي تعرضتها للنهب في غضون ذلك قررت الإدارة الأمريكية إرسال قوات من الحرس الوطني إلى فيلادالفيا بعد تلك الاضطرابات ورياضيا أعلن جهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري قائمة مبدئية من اللاعبين تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من الثالث من نوفمبر المقبل وذلك لحين أعلان القائمة النهائية التي ستمثل الفراعنا في مبارتين توجو ذهابا وإيابا في الرابع عشر والسبع عشر من نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميران وينتظر جهاز الفني انتهاء ارتباط الأهل والزمالك في بطولة دور أبطال أفريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين والإعلان عن القائمة المختارة بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق الذي يبدأ في التاسع من نوفمبر بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين وعالميا حقق لفيربول الإنجليزي فوزه الثاني على التوالي في دور أبطال أوروبا إثر تغلبه على ضيفه متلاند الدنماركي بهدفين دون رد في منافسات المجوعة الرابعة على ملعب أنفلد وسجل هدفي لفيربول البرتغالية ديو جوجوتا والنجم الدولي محمد صلاح من ركلة جزاء نهاية الموجز وفي الختام نحيط على المسادة المشاهدين بأن التردد أكستر نيوز أتش دي هو 12303 معدل الترمي 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي كنت معكم أنا فيروز مكي دمتم سالمين